السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام يصبح الإنسان خطيراً عندما يستطيع أن يسيطر على مشاعره وبيبدأ فيلمنا النهاردة في شركة إعلانات مع شاب اسمه جيهون وهو بيبعث رسائل لحبيبته الأديمة بيقول لها أنه لسه بيحبها وبيطلب منها ترجع له وهيعمل لها كل اللي هي عيزاه لكنها ما بتردش عليه وبعدها بيطلب المدير سو من الموظفين الجداد يقوموا يقدموا نفسهم فبتقوم بنت جميلة اسمها سو يونج تقدم نفسها وبسبب جمالها الملفت بيسألها المدير بسخرية إن كانت مرتبطة ولا لأه وأول لما بتقوله إنها مش مرتبطة بيدخل شخص اسمه تشول وبيعترف لسو يونج بحبه وبيتقدم لها للزواج قدام كل الموظفين في الشركة وبعد كده بيبقى جيهون واقف مع صديقه وبيشوفه سو يونج وهي بتزعق لتشول على اللي عامله قدام الموظفين وبتقوله يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي لكن جيهون بيبقى مش مهتم وبرضو بيفضل يبعت رسائل لحبيبته القديمة وهي مش بترد عليه وبعدها بيتمشى جيهون لوحده وبرضو سو يونج بتتمشى لوحدها وبيفضل تشول يتصل بسو يونج لكنها رفضة ترد عليه أما جيهون فلسه بيبعت رسائل لحبيبته القديمة وبيترجاها ترد عليه وكالعادة من غير فايدة وتاني يوم بيقوم جيهون وبيلاقي شاقته في حالة فوضى وهو مش فاكر إيه اللي حصل مبارح بعد ما شرب كتير وبعدها لما بينزل جيهون يروح الشغل بيقابل صديق قديم ليه اسمه جونج سو ما شافهوش من سنين وبيطمن جونج سو عليه وبيقوله إنه دلوقت يتجاوز وبقى عنده طفل وبيوري له صورة لطفله وبيسأل جيهون إن كان يتجاوز هو كمان ولا لأ فبيقوله جيهون إنه كان هيتجاوز لكن ما حصلش نصيب وهو حاليا عازب فبيقوله صديقه ما يزعلش من كونه عازب لأن حياة العزوبية مميزاتها أكتر من عيوبها وبيجي الجونج سوق اتصال فبيضطر يودع جيهون ويمشي وبيروح جيهون للشركة وفي نفس الوقت تشول بيوصل سويونج للشركة وبيقول لها إنه هيعدي عليها بعد الشغل يوصلها فبيقوله سويونج إنها قبلت تركب معاه المرة دي لأنها مش عايزة يفضل يصرخ مش أكتر لكنها مش هتركب معاه ومش عايزة تشوفه تاني وبيبضلوا اللي اتنين يتجادلوا وبيبضل تشول يزعق ويصرخ زي الأطفال فبيتسيبوا سويونج وبتدخل الشركة وكل ده بيبقى جيهون بيشوفهم من بعيد وبعدها المدير بيستدعي جيهون لمكتبه وبيعرفوا على سويونج العضو الجديدة اللي هتشتغل معاه في الفريق ولما بيخرجوا من مكتب المدير بيوعد جيهون معاها وبيسلمها المشروعات اللي شغالين عليها وبيفضلوا يتكلموا شوية وبيقول لها جيهون إنه شايف إنها تدي لصديقها اللي كان معاها بر الشركة فرصة تانية لأنه واضح إنه فعلا بيحبها من كل قلبه فبيتقوله سويونج إنه خانها مع حبيبته القديمة من فترة وإنها مش قادرة تسامحوا على خيانته لحد دلوقتي وبيكملوا كلامهم مع بعض وبيطلعوا الاتنين من نفس العم وفي فترة الاستراحة بيقعد جيهون يتغدى مع صديقه دويون وبيتكلموا عن سويونج وبيقوله جيهون إن سويونج بتدخل في علاقات كتير علشان المصالح وفي نفس المكان بتبقى قعدة سويونج مع زميلاتها في الشغل على الطاولة تانية اللي بيحكوا لها عن جيهون رئيس الفريق وبيقولولها إن جيهون هو الشاب الوحيد العازف في الشركة هنا رغم إنه كانها يتجوز من شهر لكن انفصل قبل حفل زفافه على طول ووقتها قدم جيهون استقالته وكانت حالته النفسية سيئة جدا لكن المدير صمم إن جيهون يفضل في الشغل علشان ما يفكرش في الانتحار وبيبقى دويون بينصح جيهون إنه يرتبط علشان يقدر يتخطى حبيبته القديمة فبيقوله جيهون إنه ما بيفكرش في موضوع الارتباط لكن لو هيرتبط فشرطه الأساسي إن اللي هيرتبط بيها تكون قريبة من عمره علشان تبقى نطجة وتفكيرها مش صغير وبالليل في المكتب بتتصل سويونج على جيهون لكنه ما بيردش عليها فبتقطعها زميلتها وبتقول لها إن ده الوقت اللي بيروح جيهون يشرب فيه وإن الأفضل ترجع لبيتها لإنه حتى لو جيهون رد عليها مش هيفتكر اللي هي هتقولهوله أيا كان وبالفعل بتمشي سويونج وبترجع بيتها لكنها بتتفاجئ إن البيت في حالة فوضى فبتدخل تتصل بتشوله وبتقوله إنها متأكدة إن هو اللي دخل شقتها وعمل فيها كده والأفضل يعتذر لها بدل ما تكبر الموضوع وتسجنه فبيقول لها إنها خينة وكانت في علاقات مع شباب كتير غيره وممكن يكون حد منهم هو اللي عمل كده فبتأزقه سويونج وبتقفل المكالمة وتاني يوم بيقوم جيهون وهو مش فاكر حاجة وبرضو بيته مش مترتب خالص وبتبقى نفس القطة موجودة في البيت فبيبضل جيهون يطارد القطة بس ما بيقدرش يمسكها وبعدها بيروح للشركة وبيقعد مع المدير والدوين ولما بيمسك تليفونه بيلاقي نفسه مبارح كان في مكالمة لمدة ساعتين مع رقم مجهول ما يعرفوش وما بيبقاش فاكر إيه اللي حصل كالعادة بسبب الشرب وبيحكي الأصدقاءه باللي حصل وعلشان كده بيتصل دويون بالرقم علشان يعرف هوية المتصل وبيتفجأوا لما بيلقوا سويونج هي اللي بتكلمهم في التليفون ووقفة قدامهم وبعد كده دويون بيقترح على جيهون انه روح يتكلم مع سويونج ويعرف منها هم تكلموا في إيه مبارح ولو طلعت أي حاجة مش لطيفة ممكن يشرح لها موقفه ويعتذر لها وخلاص وبالليل جيهون بيستنى سويونج وبيتكلم معاها وأول لما بيسألها عن المكلمة بيقطعهم دويون وهو مخمور وبيقولهم إن حبيبته سابته وبيطلب منهم يجوا يشربوا معاه وأثناء ما هو مخمور بيعترف لسويونج إن جيهون قال عليها بتدخل في علاقات كتير علشان مصالحها ولما بيروحوا لمكان يشربوا فيه بيسيبهم دويون يقعدوا لوحدهم فبتقول له سويونج إنه تكلم عليها بالسوق رغم إنها ما عملتوش حاجة وعلشان كده هي هتنشر المكلمة اللي تكلمها معاها مبارح في الشركة وبيقطع كلامهم جدال بين دويون ووحدة ست في المكان فبيروح جيهون يبعدهم عن بعض وبيشرح للست الموقف وبعدها بيقعد جيهون مع سويونج وبيعتذر لها عن الكلام اللي قالوا عنها فبتقول له سويونج إنه كان بيعيط في المكلمة مبارح وإنها ما رضيتش تقفل المكلمة في وشه لإنه قال لها إنه ما فيش حد يتكلم معا غيرها فحست بالقاس عليه وبيوصل تاكسي للمكان فبياخدوا دويون وبيركبوه ولما بيمشي دويون بيعرض جيهون عليها تروح تشرب معا مرة تانية وبيروحوا يدردشوا مع بعض شوية وبيفضلوا يشربوا لحد ما اللي اتنين بيبقوا مش في وعيهم وبعد شوية بتيجي صديقة سويونج علشان تخذها من المكان لكن جيهون وسويونج ما بيبقوش عايزين يسيبوا بعض وكل واحد فيهم بيبلغ التاني بإعجابه بيه وهما مش في وعيهم والتاني يوم بيفوق جيهون وهو في عربيته ومش فاكر أي حاجة ولما بيمسك تليفونه بيلاقي نفسه باعت رسالة لسويونج بيشكرها فيها عن الليلة دي وكمان طلب منها إنها تبقى صديقته وفي نفس الوقت بتبقى سويونج وصديقتها شافوا الرسالة وسويونج ما بتكونش فاكرة أي حاجة حصلت مبارح وقبل ما صديقتها تحكي لها بتقول لها سويونج إنها تتكلم معها بعدين لإنها تأخرت على الشغل وبتودعها وبتمشي ولما بتوصل سويونج للشركة بتقول لجيهون إنها مش فاكرة أي حاجة حصلت مبارح فبيتهرب منها وبيقول لها إنه هو كمان مش فاكر أي حاجة وبعدها ديون بيبلغ جيهون إنه وراهم شغل برا الشركة النهاردة وبالفعل بيروحوا كلهم لستوديو برا الشركة يشتغلوا ولما بيخلصوا شغلهم بيروحوا يتغدوا مع بعض وبيقضوا كلهم وقت لطيف سوا وبالليل بيبعد جيهون رسالة لسويونج بيطلب منها تيجي تشرب قهوة معاه ويقعدوا يتكلموا مع بعض وبالفعل بتروح سويونج تقابله لكنها بتلاقيه مخمور ومش في وعيه فبتسأله هو ليه بيشرب كل يوم فبيحكي لها إنه كان بيبذل كل جهده علشان يعيش حياة سعيدة مع حبيبته القديمة لكنها بعدت عنه لإنها ما كانتش بتحبه وكانت بتحب شخص تاني وبتقرب سويونج منه وبتوسيه بس لما بتلاقيه بيحاول يتقرب منها بتبعد عنه وبتسيبه وبتمشي فبيقع جيهون على دراعه وتاني يوم بتلاحظ سويونج غياب جيهون من الشركة وفي فترة الاستراحة بتعرف إن جيهون غيب لإن دراعه تكسر مبارح لسبب مجهول وبالليل بيجي جيهون للشركة وبيقابل سويونج وبيعتذر لها عن اللي حصل مبارح وبيقول لها إنه لازم يرجع لصوابه خصوصا بعد الحدثة دي وقبل ما يمشي بتطلب منه سويونج إنه يتغدى معاها وبالفعل بيروحوا يتغدوا سوا وبيفضلوا يدردشوا مع بعض لحد ما بيتجدلوا هم اللي اتنين على موضوع تافه والتاني يوم بيصحى جيهون وهو في مسعد العمارة وبعدها بيروح جيهون يقعد مع المدير ودوين أصدقاؤه وبيبلغوا المدير إنهم هيطلعوا رحلة جابلية كلهم تخص فكرة إعلان جديد بيطبقوها وبيقولوا يحضر نفسه للرحلة وبالفعل بيطلعوا كلهم في الرحلة وأثناء ما كل الموظفين هناك بيروح جيهون لسويونج وبيقول لها إن الموظفين هيشكوا فيهم لو فضلوا يتجاهلوا بعض عن قص وبسبب كده بيتمشوا مع بعض وبيبضلوا يتكلموا وبيقربوا من بعض أكتر وبينضموا لزميلهم وبيستمتعوا بوقتهم كلهم وبالليل بيروح كل الموظفين يحتفلوا ويغنوا ويرقصوا ما عادة جيهون اللي بيروح يدور على سويونج وبعد بحث كتير بيقدر يلاقيها برى المكان لوحدها وهي مش في وعيها وحالتها صعبة وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيتقربوا من بعض وتاني يوم بتفوق سويونج وهي جنب جيهون فبتتسلل وبتمشي من غير ما جيهون يحس بيها ولما بيتقابلوا في الشركة بيقول لها جيهون إنه صحي لقى نفسه في فندق ومش فاكر أي حاجة حصلت فبتقوله سويونج إنها صحي تلاقيت نفسها في بيت صديقتها وبرضه مش فاكر حاجة والتنين بيتظهروا بالنسيان وبالليل بتتصل سويونج بجيهون لكن بتلاقي بنت ردت عليها وبتقول لها إن جيهون في الحمام فبتشكرها سويونج وبتقفل المكالمة وهي متضايقة والبنت دي بتبقى حبيب جيهون القديمة ولما بيخرج جيهون من الحمام بيتفاجئ بيها وهي بتقوله إنها مفتقدة ومش قادرة تنساه وإنها لسه بتحبه وعايزة ترجع له لكنه بيرفضها وتاني يوم بيتمشى جيهون في الشارع وبيقابل جونج سو بالصدفة وبعد ما بيسلم عليه بيقول له جونج سو إن الطفل اللي كان وراله صورته طلع مش ابنه وإنه عرف إن زوجته بتخونه فبيعتذر له جيهون وبيفضل يوسيه وبيدعمه وبعدها في الشركة بتشوف سويونج إشعات منشورة عنها في جروب الشركة إنها بتدخل في علاقات كتير مع مشرفينها في الفريق زي جيهون وبتستغلهم علشان تعلي منصبها في الشركة وبعدها بنشوف جيهون وهو عمالي زعق للموظفين على العمله بعد ما عرف إن سويونج سابت الشركة ومشيت بعد ما شافت الإشعات دي وبيروح لها بيتها وبيفضل يخبط عليها ورغم رفضها في البداية إنها تتكلم معاه لكنها بتوافق وبتفتح له الباب وبيروح يقعدوا مع بعض وبيفضل جيهون يوسيها وبعدها بيطلب منها يروحوا يتغدوا لإنه جعان ولما بيروحوا للمطعم بيصريحها جيهون إنه كان بيتظاهر إنه ناس اليوم اللي اتقربوا فيه من بعض لكنه فكره بوضوح وبيعترف لها بحبه وبيفضل يحكي لها عن اليوم اللي اتقربوا فيه من بعض فبتحس سويونج بالإحراج وبتمشي من المكان ولما بيروح جيهون وراها بتقوله إنه أكيد ملحقش يحبها في المدة القصيرة دي وإنه جبانه مش هيقدر حتى يعلن علاقتهم في الشركة فبيقول لها إنه فعلا بيحبها وإنه انبهر بيها من أول ما شافها وبيقول لها إنه هيبعت رسالة دلوقتي على جروب الشركة ويعرفهم إنهم ارتبطوا ببعض لكن بتحاول سويونج تمنعه وبتضربه وبتاخد منه التليفون قبل ما يعمل كده ولما بيحاول جيهون ياخد تليفونه منها بتحدفه على عربية وصاحب العربية بيتخانق مع جيهون وتاني يوم في الشركة بيقول دويون لجيهون إن الموظفين عاملين حفلة اعتذار ووداع لسويونج وإنه لازم يبقى حاضر وبالليل في الحفلة بتتقل سويونج وبتنضم المجموعة البنات اللي نشروا الشائعات عنها وبتفضل تحرجهم وتفضح ماضيهم قدام الشركة كلها وتردلهم اللي عملوا فيها وبيبدأ كل الموظفين يفضحوا أسرار بعض وبسبب كده كلهم بيتشاجروا وبيفضلوا يضربوا في بعض وبتخرج سويونج من المكان وهي مبسوطة بعد ما أخدت حقها منهم وبتعدي تلت شهور وفي يوم بتيجي حبيبة جيهون القديمة تاخد كل أغراضها من بيته علشان تنهي علاقتهم للأبد وفي نفس الوقت بتبقى قاعدة سويونج مع مامتها وبتفرح جدا لما بتشوف فكرة إعلانها اللي كانت قالت لجيهون عليها اتطبقت فعلا وبالليل بيشوف جيهون ستة عجوزة فقيرة بتبيع حاجات في الشارع والجو سقعة جدا فبيروح يساعدها وبيديها تمن الحاجات دي كلها وبيطلب منها ترجع البيت وفجأة بتجيه لرسالة من سويونج بتطلب منه يجي قابلها في المطعم اللي بيتقابله فيه فبيودع الستة العجوزة وبيروح بسرعة للمطعم وهناك بتقول له سويونج إنها مفتقدة وبتعترف له بحبها وبعد ما اعترفت له سويونج بحبها هيكملوا حياتهم السعيدة مع بعض في الصراء والضراء وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم